اشتركوا في القناة لأنهم أسهموا بعطائهم برفعة الوطن وساعدوا في الحفاظ على تاريخ البحرين المشرق وساعدوا في خلق وعي مجتمعي لقيمة الإبداع وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور إلى عدد من الموضوعات المتصلة بالتاريخ الوطني والدور الذي لعبه الرجال الأوائل في تعزيز موقع مملكة البحرين على طريق النهضة مؤكدا سموه بأن الوحدة الوطنية التي كانت تشكل حافزا للبذل والعطاء لا تزال كذلك وستظل هذه الوحدة مصانة ترعاها عناية المواطنين وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة تبني المبادرات الخلاقة التي تكفل إبراز المخزون التراثي الغني لمملكة البحرين وربطه بتاريخ البحرين بشكل يجعله حاضرا في وجدان أبنائها ويضمن استقراره في الذاكرة الوطنية ليظل دوما شاهدا على أن مملكة البحرين كانت وستظل منارة للإشعاع الثقافي والحضاري والإنساني واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور جملة من الموضوعات المتصلة بالتطورات الإقليمية والدولية حيث أكد سموه بأن السمو بالتعاون الثنائي والجماعي بين دول المنطقة هو الطريق الأمثل لحمايتها من التحديات الاقتصادية والأمنية التي تحدق بها ونوها سموه بأهمية الزيارات المتبادلة بين القادة للوقوف على الوضع التنفيذي لمسار التعاون والدفع به قدما إلى الأمام بما يحقق المصالح المشتركة للجميع في جعل المنطقة مثالا للتنمية والتطور في ظل بيئة آمنة ومستقرة ترجمة نانسي قنقر